وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بإعداد حصر شامل لإجمال قطع الأراضي الصناعية التي تم تخصيصها في الفترة الماضية وموقف كل قطعة ونسب الإنجاز وما تم بشأن الأراضي التي تم تخصيصها ولم يشرع المستثمر في البناء خلال اجتماعه لمتابعة عدد من الملفات المهمة المتعلقة بتخصيص الأراضي للمستثمرين والاستفادة من الرمال البيضاء بحضور عدد من المسؤولين وجه مدبولي بعرض مخططات التوسع في الأراضي الصناعية خاصة في مدن السادات وأكتوبر الجديدة وحضائق العاصمة وغيرها مؤكدا أن الدولة قد اعتمدت تيسيرات ومحفزات كثيرة للمستثمرين الصناعيين ولكن في الوقت ذاته سيتم متابعة موقف كل قطعة أرد تم تخصيصها حتى نضمن سرعة تنميتها من المستثمر الصناعي الذي حصل عليها